السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا الليلة هو المعاشرة الطيبة المعاشرة الطيبة للزوجة والزوج لماذا نطلح هذا الموضوع لأننا نلاحظ بأن الكثير من الأسر بدأ يتسرب إليها بعض الخلافات والنزاعات ثم تسوء العلاقة الزوجية ومن ثم يتسرعون ويدهبون إلى المحاكم إلى القضاء ويبرم القضاء الحكم ونصير في المجتمع أمام علاقات مفككة حالات طلاق كثيرة تبدأ تفرز لنا عدد كبير من الظواهر حالات اكتئاب حالات بؤس حالات عزلة حالات غريبة جدا فنريد أيها الأحبة الكرام أن نستغني عن كل هذه الظواهر وذلك بأن نحقق المعاشرة الطيبة داخل الأسرة بين الزوج والزوج سوف نتخلص من 75% تقريبا من المشاكل والظواهر الاجتماعية والنفسية التي نعاني منها حتى الدولة تغلب لإيجاد الحلول المناسبة والخبراء في علم النفس والاجتماع أيضا يبدلون جهودهم لمحاصرة كمية عدد الحالات النفسية القلق والتوتر والاكتئاب والإحباط واليأس وأيضا الحالات الفقر والديون المتراكمة وتفقق العائلات كل هذا يمكن أننا نتجاوزه ونتخلص منه إذا استطعنا أن نحقق المعاشرة الطيبة بين الأزواج والزوجات في البيوت أحسن طريقة للعلاج تكون بالرجوع إلى القيم الدينية لأن الإنسان بطبعه حتى ولو كان يبدو متحررا عنده فكر حر حتى ولو يدعي أنه علماني وأنه يؤمن بالفكر الوضعي وأنه وأنه كل هذا كلام لأن الإنسان بطبعه متديم هكذا خلق الله البشر يسميها العلماء فطرية نزعة التدين لدى الإنسان الله تعالى خلق البشر متديم نزعة التدين متأصلة في قلوبنا يكفي أن الإنسان يزيل عنها الغبار ثم تبدو ناصعة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله اليوم عدة دراسات في الجانب النفسي والاجتماعي بدأت تنحو نحو الحلول الدينية لأنها الأسهل ولأنها الأضمن ونتائجها فعالة فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نعيش مع كتاب الله تعالى ومع سنة خير الأنبياء والمرسلين ونرى توجيهات بسيطة جدا إذا قمنا بها سنحقق معاشرة طيبة بين الزوج والزوجة وسوف نتجاوز الخلافات والنزاعات والخصامات وسوف نحقق مجتمعا مستقرا اعطيني أسرة مستقرة أعطيك مجتمع مستقر اعطيني أسرة مفككة سأعطيك مجتمعا مليئا بالمتناقضات فيه شغب في الملاعب فيه جرائم في الطرقات فيه حرب شوارع في مختلسين في ضمار وخراب لهذا الإصلاح إنما يبدأ من النفوس أولا ثم من الأسرة الصغيرة ثم من العائلة ثم من المجتمع إذن العلاقة بين الزوج والزوجة كيف نحصل هذه المعاشرة الطيبة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة مبنية على المودة والرحمة دائما الرجل لما يقصد المرأة للزواج إنما يقصد فيها المودة يعني يختارها لما يعجبه من صفات فيها وهي تقبله لما يعجبها من صفات فيه وهذه آية من آية الله ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لكن بعد فترات من الحياة الزوجية تبدأ تنمو عدة مشاكل كالفطر إما مشاكل بين الزوج والزوجة أو بين العائلات أو ما بين الجيران أو المحيط كان بعض العائلات الله يسترنا ويستركم ليلة العرس ليلة العرس كتبدأ المشاكل وكتكون الأحقاد وكتبقى مستمرة سنوات طويلة ربنا عز وجل يوصينا بأن نتغاضى عن كل هذه المشاكل الله يرحم ضعفانا احنا كنا ضعفة والإنسان بطبعه إنسان ينسى والتمس لأخيك الأعضار لهذا ربنا ماذا قال قال وعاشروهن بالمعروف لابد أن تكون المعاشرة بين الزوج والزوجة مبنية على المودة أولا المودة هي المحبة والرغبة لكنها قد تدبل ما يسمى بالبرود العاطفي بين الأزواج إذا زالت المودة تبقى الرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة الرحمة هي كالتعامل معها على أنك تزوجت بها وأخذنا منكم ميثاقا غليظة تزوجت بها بإسم الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله كتكون الرحمة وقيل الرحمة هي الأولاد الزوجة تصير أم الأولاد والزوج يصير أب الأولاد فكيبدأ التراحم فيما بيننا الله تعالى قال لنا المعاشرة بالمعروف يعني لا نطالب أن تكون عندنا علاقة عاطفية مثل روميو جوليات ولا مثل عنطر وعبلة ولا أتكلام سينمائي كلام رومانسي للأفلام ومسلسلات يكفي أن تكون وحد العلاقة مبنية على الاحترام والتقدير وعاشرهن بالمعروف يعني المتعرف عليه داخل المجتمع إلا أنه أحيانا قد تفاجأ بأن هذا المرأة أو هذا الرجل في صفات سيئة للغاية تكرهها هل نتعجل ونطلب الطلاق ربنا قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله في خيالا كثيرا لا بد للإنسان أن حتى ولو تحصل لديه في قلبه نزعات كراهية ونزعات بغض وحقد لا حاول أنك تتخلص منها لأن ربنا عز وجل قد يغير سبحان مغير الأحوال سبحان مبدل الأشياء كل يوم هو في شأن ربما غدا أو الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل ستتغير ظروفك العائلية والزوجية والنفسية حاول أن تتعامل مع زوجتك بالإحسان وهي أيضا تتعامل معك بالمعروف وعاشرهن بالمعروف إذا فعلت هذا كنت خير الناس حكما عليك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنك أنت خير الناس خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كان سيدنا النبي يفتخر أنه يتعامل مع أهله الأهل يعني الزوجة أنه يفتخر أنه يتعامل معها برقة وحنان وعطف وتسامح حتى جعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل بأن أعلى مقامات الإيمان ليس في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا في العمرة ولا في الجهاد أعلى مقامات الإيمان هي في الخلق الحسن واللطف اللطف مع العائلة ومع الأهل أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله لكن قد يقول البعض بأنه يجد في زوجته صفات سيئة أو تقول الزوجة أنها تجد في زوجها صفات كريهة ماذا يفعل؟ ربنا عز وجل دوما يوصينا بالصبر كان يقول لا يفرط مؤمن مؤمنة إن سخط من خلقا رضي منها بآخر يعني ما يبقى شي حك فيها وتحك فيه كل واحد منا إلى وجد واحد الرحمة فإن هذا السخط ينقلب إلى شيء فيه بركة إن سخط من خلقا رضي من آخر يعني مش يقول شي سيء المشكلة التي يقع في الأزواج هو أنه يدير نظار السوداء ويبدو له كل شيء أسود حشوك لا أي إنسان فيه نصيب من الخير وطبعا فيه نصيب من السوء كلنا ذلك الإنسان حتى في عصر الصحابة في عادي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين سيدنا عمر يعني خليفة المسلمين وما أدراك ما عمر عمر كان طويل القامع وكان عريض المنكبين وكان إذا تنحنح الناس كلهم يخشونه كان قوي صوته قوي وشخصيته قوية وكان يحكم بين الناس مرة جاءه إنسان رجل عنده مشاكل مع زوجته وجاء يشكو إلى سيدنا عمر فطرق الباب فسمع زوجة سيدنا عمر لسانه حاد على أمير المؤمنين هذا خليفة رسول الله وهذا أمير المؤمنين والحاكم سمع بأن زوجته تعاتبه وتقول كلام فيه بداء وترفع صوتها أمامه لسانه كان حادا فتعجب الرجل أراد أن ينصرف فإذا بسيدنا عمر يخرج من بيته فقال يا رجل ماذا بك قال هل جئت لأمر ما قال لبس كنت أريد أن أطرح عليك قضية من قضايا الحياة ولكن قال أقول قال يا أمير المؤمنين جئتك أشكو زوجتي إليك من بدأت لسانها فسمعت زوجتك تقول لك أكثر مما تقول لزوجتي كيف تصبر يا أمير المؤمنين على هذه المرأة فقال سيدنا عمر يا رجل أما يرضيك أنها طاهية طهية طعامي وغاسلة ثوبي ومربية ولدي وقاضية حاجتي قال نعم قال فيكفيني هذا يكفيني هذا سيدنا عمر كان يقدر الزوجة يقدر المرأة أنها طاهية طعامه رفر كبير بالمتزوج وغير المتزوج المتزوج كيمشي البيت كيلقى الحمد لله المائدة فيها طعام وليس بالهين أن يتم طبخ الطعام ثم هي غاسلة ثوبي يلقى الملبس ديال مغسولة محطوطة مجدى نعمة كبيرة ثم إنها مربية أولادي الراجل كيخرج كيمشي العمال ويغيب والمرأة هي التي تهتنب الأولاد يستيقظون مبكرا تلبسهم لبسهم وتطعيمهم فطورهم وتوجههم إلى مدرستهم ثم تنتظر قدومهم وتستقبلهم وتسهر على مراجعتهم ودوما هكذا تربي الأولاد طاهية طعامي وغاسلة ثوبي ومربية أولادي وقاضية حاجتي الرجل طبعا له حاجة للمرأة إذا لم يقضيها مع زوجتي الحلال قد يضطر إلى الحرم فيكفيه هذه أنا ذاك الرجل قال صدقت يا أمير المؤمنين وذهب إلى زوجته وعاش معها في هنا ربنا عز وجل يعلم بأنه يقع مشاكل بالأزواج والزوجات وهو سبحانه وتعالى ركب فينا هذه النوازع يقع فيها خلاف وصراع ماذا يقول ربنا عز وجل إذا وقع الخصام بين الأزواج والزوجات من أجل أن نحقق مقصد الحياة الطيبة قال وَلَا تَنْسَوِ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسَوِ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مليك تريد التعامل مع الزوجة ديالك وهي موسيئة إليك لا تنسوا الفضل ديالها وحد نهار كانت معك مزيانا وحد نهار درت معك وحد التصرفات كانت طيبة كانت في الحنان كانت في الإكرام هي وعائلتها لا تنسى ذلك الأيام وأيضا هي إذا وقع لها شناء مع زوجها سيدتي لا تنسي الفضل لزوجك تذكري أنه اختارك من بين كل بناة حوّع تذكري أنه قدم إليك مهرا وأقام إليك زفافا تذكري الهدايا والخراجات تذكري الليالي الملاح تذكري كل واحد ينبغي أن تذكر الصفات الطيبة هذا معنى قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وهنا يقول أهل الخبرة جميل أننا نوتق اللحظات السعيدة بين الزوج والزوجة دي ما عندنا كاميرا ولا عندنا هاتف نقال نصور اللحظات الجميلة خرجنا في نزهة كنا في واحد العراضة عائلية كنا في واحد الفرحة والسرور مجتمعين نصوروا ديك اللحظة الجميلة طبعا وإحنا لبس لبسنا المحترم ودون أي حركات ربما قد تتيروا بعض التشويش يعني الأمور تكون سليمة ونصوروها وتبقى ديك الذكريات لماذا؟ لأنه بين الفينة والأخرى كنا نرجع نسوف الصور اللي كانت كنا نقول أه لقد مرت أيام جميلة الآن نحن نمر بأيام عصيبة سوف تمر مرور البرق الخاطف وربنا يصلح هكذا ينبغي أن يكون المؤمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التمس لأخيك سبعين عذرا إلا كان عندك وحد المؤمن بحالك صديق ديالك أو تاجر معاك أو شارك ودر أخطأ صديق ديالك كدر أخطأ قال لك التمس له العذر مرة اللولة والتانية والتالثة حتى سبعين عذرا وإذا لم تجد له عذر قل ربما أنا الذي أخطأت في التقدير هذا غا صديق أو هذا غير أخ فكيف بشريكة الحياة كيف بشريكة الحياة ينبغي أن تبقى دائما العلاقة مبنية على المحبة والمودة أحسن طريقة للحفاظ لدى العلاقة هي أن الأزواج يتعاونوا على العبادة طريقة سهلة لأن سبق لي حضرت مجموعة كبيرة من الدورات في علم النفس وعلم الاجتماع باش تكون العلاقة بين الزوج والزوجة مبنية على المحبة والمودة صعب ربما قد تكون شيء توصيات مكلفة فيها أموال وفيها تدابير وفيها اختيارات ولكن أسهل طريقة لتوطيد المحبة بين الزوج والزوجة هي التعاون على العبادة يعني حاول ما أمكن تقول لمراتك أجل نصليه معا سهلة جاء وقت الصلاة ينبغي أن تدفع للمسجد لكن لا بأس مرة مرة نصليه معا في البيت نجعله من بيتنا مسجدا نجمع الزوجة والوليدات وانتهو الإمام وتصل بهم في فترة الكورونا لما كانت بيوت الله مغلقة كانت خير عظيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لما أغلقت بيوت الله الكثير من الناس اضطروا أنهم يصلون في بيوتهم فصارت بيوتنا مساجد وش حمل واحد ملقش لحل المرات والولاد لكن عن طريق الصلاة من اللي يصلوا جماعة النفوس تهدنات والعلاقة رجعت وطيدة ومحبة فاكتشف بأن المشاكل كلها اللي كانت عنده زالت بماذا؟ لما تعاونوا على العبادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية كان يشير إلى مثل هذه الأمور كان يقول رحم الله رجلا قام من الليل فصل ثم أيقض امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجه الماء هذا رجل دعلي بالرحمة رحم الله هذا الرجل كيقوم على الليل كيصلي واحد ركعتين ملكي سلي كي فيق مرته أجيف لنا تصلي معي ركعت في قيام الليل فإذا أبت ما بغت كي يرش علىها نضح في وجه الماء رش على وجه الماء بدعابة نضي تصلي معي ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقضت زوجها فصلت فإن أبى نضحت في وجه الماء كان سيدي كان سيدي النبي يفعل هكذا كتكون وحد ما شك فيق بفزع وإنما برقة وبحنان وبلطف ألا ما أسعدها من ساعة إيمان ألا ما أسعدها لما التعاون على العبادة سيفضي إلى الدخول إلى الجنة بلا حساب أي نعم كل ما كان العناق من الزوج والزوجة مبني على الإيمان والعبادة وعد الله تعالى غيد خل الزوج مع زوجته جنة وغد يكونهما الأسياد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ودرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ما أسعدها من ساعة إيمان يعيد لله تعالى بأن ما أدنج أزمة سكن ولا أزمة مواصلات ولا أزمة تعليم ولا أزمة صحة ولا أزمة حكم بل هذا كله غير تهي هذه الأزمة كلها سوف تتوقف وعادنا ربنا عز وجل بجنات عرضها السماوات والأرض سمها جنة عدم يدخلونها فيها النعيم الكل ومن صلح من آبائهم الصالحين من الآباء والأزواج والذرية صور قد جمع انتوا لديك وأجدادك وأجداد أجدادك ولادك والحافظة ديالك كلكم غد جمعوا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبة دار يعني أن أبواب القصور كثيرة المؤمن يعطى قصر في عدة أبواب حتى يقال بأن في سبعين غرفة وفي كل غرفة سبعون جناح وفي كل جناح سبعون من الخدم والحشم يعني نعيم كبير يعطى للمؤمنين وهذا يبقى النعيم كله في الآخرة هو التمتع التمتع فقط ليس هناك لا عمل ولا أي شيء آخر فيه فيه تعب إنما التمتع هذا هو الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الألائك متكئون الشغل للأهل الجنة واحد هو التفكه والتنعم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل شغل ما هو هذا الشغل التفكه وتنعم في شغل فاكه ما شب وحدهم الزوج مع الزوجة دياله هم وأزواجهم في ضلال على الألائك متكئون أهل الجنة الملكة يجتمعوا كيف يفكروا بأنهم ضيعوا أيام كثيرة في مسائل تافهة كان على الزوج والزوجة يجتمعوا على المحبة ويجتمعوا على المودة ويجتمعوا على العبادة طبعا حياتنا ليست كلها عبادة الحمد لله الإسلام دين وسطي ومعتدل عادنا العبادة والطهاء وعادنا أيضا الجانب الترفيهي بالأزواج باش ميقعش الملل باش ميقعش نوع من تدمر لابد أن يكون في حياتنا نوع من الدعابة وسيدنا النبي هو خير مثال كان سيدنا النبي يصابق أمنا عائشة رضي الله عنها حتى إنه مرة تصابق فصابقته كانت هي صغيرة فصابقته لكن بعد مرور عشر سنوات وحملت اللحمة أمنا عائشة صارت بدينة فقال لها تعالي أصابقك فلما صبقها ربح النبي الكريم وجعل يضحك ويقول هذه بتلك ترفيه بين الزوج والزوجة ربما حياتنا نحن تفتقد لهذا الترفيه وكان سيدنا النبي يأخذ معه أمنا عائشة إلى كانش تجمع فيه ترفيه مر جول حبشة كيغنيو بحل جناو كيغنيو وكي رقص في المجهد النبوي أمنا عائشة تنظر إليهم لم ينهرها وإنما قال لها أتشتهين تنظرين إليهم فقلت نعم قالت فأسندت كتفي على كتفه وخدي على خده وطفقت أنظر إليهم للحبشة يغنون ويرقصون ويلعبون بحرابهم ترفيه جميل يكون بين الزوج والزوجة حتى في إحدى الأعراس دخل النبي الكريم ولقى الصحابة صحابية مربع نديهم ديالين تقص الأعراف ديالهم قال لهم هذا ليس عرص هذا ما أتم العرص لابد أن يكون فيه الصوت ويكون فيه الدف ويكون فيه الغناء فبدأوا يغنون فقال للمغنيات هل عندكم شيء من الغزل فإن الأنصار قوم يحبون الغزل كالغناء دي المغنيات غير كلامك يتكلم على أمور جافة قال لهم لا المناسبة مناسبة سعيدة فيها العواطف هل عندكم شيء من الغزل فإن الأنصار يحبون الغزل كثير جدا للمجال الترفيهي في الدين وكان بعض مرات بعض الصحابة يعترضون على بعض المظاهر ذي الترفيه فكان سيدنا النبي يقول أتركوهم حتى تعلم يهود أن في ديني نفسها وأني بعدت بالحنيفية السمحة كان هناك بعض أحبار اليهود في المدينة المنورة وكانوا يلاحظوا على الدين الإسلامي الجديد ما هو الجديد الذي أتى به هذا الدين وكان دي اليهودي شيئا ما في واحد مجموعة للطقوس والشحائر اللي هي متشددة منذ عاد سيدنا موسى عليه السلام لكن الإسلام جاء بالتخفيف وجاء بالانفتاح وكانت رسالة يقدمها النبي الكريم لأحبار بني إسرائيل كان يقول حتى تعلم يهود أن في ديني نفسها وأني بعدت بالحنيفية السمحة وكان يشارك زوجته في كل فترة من فترات الفرح والسرور هذا الجانب الترفيه مهم بالأزواج والزوجات باش نقدروا نجاوزوا الخصامات ونجاوزوا المحطات والمطبات لممكن تؤدي إلى الخصام ثم إلى النشوز والطلاق إلا قدر الله تعالى وقع وقع واحد النوع من الخصام لا نتعجل لا نتعجل الطلاق مباشرة لأن بعض الناس هي تخاصموا اليوم غدك وننطلقوا عن القاضي لا بالأتي ربي ماذا قال في كتابي العزيز قال فالصالحات قانتات حافظات لما حافظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل ربي عز وجل ميز ما بين المرأة الصالحة المرأة المؤمنة وبين المرأة الناشاز مرأة الناشاز ناشز كتكون عنيفة وعدوانية وكتنا المرأة الطيبة قال لك صالحات قانتات حافظات هؤلاء نساء طيبات هؤلاء ربي هني قال لك أكتر أكتر نعمة يعطيها الله للعبد هي المرأة الصالحة القانتة الحافظة لما حافظ الله أكبر رزق وأكبر نعمة لكن إذا بتلي الإنسان بزوجة ناشز والتي تخافون نشوزهن ناشز كتكون اللي سانوها صليط وكتدر إنا عكسناه وديما الخصام وديما كده قال لك ما حكموها قال لك فاعضوهن قل لها كلمة طيبة ربما لم تسمع من قبل كلام طيب لم تسمع من قبل كلام فيه رقة ربما نشأت وترعرعت في وسط كان فيه غلضة وشدة جات بنيديك عالجها كأنها مريضة عالجها فاعضوهن وهذا الوعظر طويل وعريض ربنا عز وجل لم يحدد له زمن ممكن أسبوع ممكن شهر ممكن سنة ممكن طول عمر كأن بعض الصلحة أبقى مع مراته ويعضوها طول العمر كي يقول لك هذا باقي باقي في المرحلة الأولى وكلي كي يزرب كي نقص المرحلة الثانية فاعضوهن وهجروهن في المضاجع كي عقب بالهجر هذا الهجر ربي قال لنا في المضاجع يعني في غرفة النوم مشي أنك تمشي انت الغرفة تانية وتغلق لك الباب لا في المضاجع يعني في نفس الغرفة بشي بقى دايما العلاقة حاضرة بين الزوج والزوجة إلي قدر الله تعالى كان المرأة ناشازوا وناشزوا وعنيفا قال لك وضربوهن الكثير من المنظمات النسائية قد تقول لك لا بد أن تحدث من القرآن طبعا القرآن لسي في شيء يحدث قرآن الكريم كل حق وسينا النبي شرحها قال لك لن يضرب خياركم سينا النبي هو خير الأزواج ما تبت أنه ضرب أحدا والصحابة المشرفون ما تبت أنهم ضربوا أحد وكان سينا النبي يقول لن يضرب خياركم ولكن الله اللي اخلاق البشر عارف كان واحد الرجال دم محامي عارف بأنه قد يوصل هذا المرحلة قال له لما توصلش لهي اللولة باللتي التي تخافون أن يشوزهن فاعضوهن أولا واجوروهن في المضاجع ثانيا عاد يكسع لمنفعش عاد يكون يكون ضربا غير مبرح يضرب خفيف جدا احتقلوا العلماء كان الناس يضربونها بالمنديل أو يضربوها بعود الأرك إذا قدر الله تعالى ما بغاش يقعد لإصلاح الراجل درجة جهده والمرأة درجة جهدها اخدري كل عكس المرأة صالحة ولكن بتوليت براجون هو ناشز هو إما كسول لا يشتغل وإما عنف واللسانه بديء وإما أنه ظالم كم من مرأة أو عنده عقد نفسية أو عنده استعلاء احتهي على توعضه تهي على نفس المسلك فاعيضه النتيت تعيضه بالكلمة الطيبة تهي تهجره في المتجع لكن لا تستطيع ضربه ولكنه لا تضرب أيضا في احتفل النساء ولات الأمور حرية أكتر إذا قدر الله تعالى هاتشي مدقج نلجأ إلى ضو العقول وضو الإختصاص نستشيرهم لابد من الاستشارة هيدخلوا الناس وسلمنا ربي قلنا وإن خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا هذا كتسمى المحكمة العائلية والمجلس الأسري يعني قبل ما نسل المحكمة نحلو المشكلة غابينتنا ماشي نقومشوا المحاكم ونراكموا القضايا مجلس أسري محكمة عائلية ويبقى داخل شي سري ما يشيعش لا تشيع الأمور دي العائلة بين الناس حكم من أهل وحكما من أهلها إلا كانوا صالحين عندهم خبرة وكانوا ناوي الصدق إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما رأي وقع التوفيق يا ما حضرنا جلسات دي العائلات وتوفق الحمد لله ونعل الشيطان لو أنهم شوف ترق دي الطلاق كانوا غد يعيشوا متاعب ولكن وفق الله بينهم خصوصا إذا كانا عندهم الأولاد ربنا سبحانه وتعالى جلعنا قد كن دائما مبنية على المحبة وعلى المودة ووعد وعد أن اللعم الصالح رأى عنده الأجر والتواب ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنت وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ربنا وعدهم بالجنة وفي الدنيا قال لك فلا حينهم حياة طيبة هذا هو الجزاء الجزاء دي العشرة الطيبة ودي التساموح ودي التغاضي بعض الأحيان عن العيوب وأن تلتمس العذر للآخر كي أعطيك الله في الدنيا حياة طيبة مش ساعدة الساعدة ما كناش الساعدة للآخرة لأن الساعدة دايما هناك من يكذر صفوها ولكن أعلى ما نطلبه هو الحياة الطيبة الحياة المستقرة الراضية المرضية من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن فلن نحينه حياة طيبة أما في الآخرة وعد الله بالجنة قال لنا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنت وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة نعيم كبير ينتظر عباد الله المؤمنين ولكن كبقى دائما المرأة هي عند المسؤولي الكبيرة لأن المرأة تستطيع أن تسعد زوجها وتستطيع أن تخلق المشاكل المرأة عندها قدرة عظيمة جدا بحاطفتها بليونتها ودائما يقول لها جعل في فمك سكرا وفي أدنك جوهرا وقد تشوف بأن المرأة كيقول لك اللحلاحة كتسبق الصحارة غير بالكلمة الحلوة وبالمبادرة الحسنة رأى ممكن أنها تأثر الرجل وتملكه ومن ثم نحقق حياة طيبة نسأل الله تعالى أن يديم على كل الأسر المحبة والمودة والوئام اللهم أمين اللهم أمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله